أهلا بك في الفيديو ده هنتعرف إزاي نستخدم تطبيق الأضواء كمعلمين ومزاي استخدامه في البداية هتحمل تطبيق الأضواء التعليمي من جوجل بلاي لو موبايلك أندرويد أو من أب ستور لو موبايلك آيفون وبعد تسبيت التطبيق افتحه واختار سجل الآن وامل البيانات لو ما عندكش حساب وطبعا ما تنساش تختار التسجيل كمعلم علشان تستمتع بالخدمات اللي بيقدمها لك التطبيق مجانا أما بقى لو عندك حساب من الأول فسجل دخول على طول بعد ما تفتح الحساب تقدر توصل للقائمة الجانبية من هنا علشان تختار لغة التطبيق سواء عربي أو إنجليزي وكمان تقدر تعدل بياناتك الشخصية من خلال تعديل الملف الشخصي علشان لو عايز تغير الباسورد أو تضيف سنة دراسية جديدة لحسابك أو حتى مواد جديدة لنفس السنة الدراسية ولو أنت ضمن معلمين سنتر الأضواء التعليمي هيكون متاح لك صفحة شخصية خاصة بيك لعرض معلوماتك المهنية والسيرة الذاتية للطلاب كمان لو أنت معلم في سنتر الأضواء هتقدر تراجع رصيدك وتقييم الطلاب اللي حضروا المحاضرة بالنسبة لطلابي هتقدر تشوف من خلالها طلابك الحاليين بالفعل ولو عايز تضيف طالب جديد لحسابك دوس على علامة الزائد واكتب البريد الإلكتروني للطالب أو رقم موبايله اللي مسجل بيه في التطبيق تقدر كمان تشوف طلبات الإضافة اللي جاية لك من الطلاب من هنا أو الطلابات اللي انت بعدتها لأ وكمان الطالب يقدر يضيفك من خلال أنه يعمل سكان للكوت ده أو يكتبه في حسابه ولو عايز تشترك في سنتر الأضواء هتضغط هنا ويظهر لك رابط افتاحه واملى البيانات موجود في القائمة الجانبية برضو رسائلي ودي هتقدر من خلالها تتواصل مع طلابك المشتركين في سنتر الأضواء لكن تواصل معنا هدفها تتواصل مع الدعم الفني من خلال الإيميل أو الانلاين شات في حالة أنه عندك مشكلة في استخدام التطبيق كل ده في القائمة الجانبية أما صفحة الرئيسية بتكون فيها الكود الخاص بك كمعلم وفلتر تختار منه السنة الدراسية والمادة اللي انت عايز يظهر محتواهم دلوقتي وبخصوص سنتر الأضواء فمش هيكون متفاعل إلا لو انت ضمن معلمين سنتر الأضواء طيب ومجموعاتي لو عايز تنشئ مجموعة طلاب هتروح للصفحة الرئيسية وتدخل على مجموعاتي وتختار الأيقونة الخضرة دي ثم إضافة مجموعة هتختار الصف اللي انت عايز تكون مجموعة فيه وتسميها بالاسم اللي انت عايزه وتضيف لها صورة تميزها كمان وعلشان تضيف الطلاب للمجموعة هتدوس أضف طلاب وتختار منهم وبعدين تضغط حفظ في مجموعاتي هتشوف قدامك كل المجموعات اللي انت أنشأتها وتقدر تعدل فيها من هنا أو تحذفها وكل مجموعة لما تدخلها هتلاقي قائمة بالطلاب اللي فيها ولو محتاج تضيف طالب جديد أو تحذف طالب من المجموعة هتدوس على الايقونة الخضراء ولو عايز تبلغ كل مجموعات الصف بحاجة فهتروح لمجموعاتي وانا الايقونة الخضرة هتختار إضافة إشعار جديد وتختار نوع الإشعار وتكتب الإشعار نفسه في نص الرسالة والإشعار هيوصل لموبايلاتهم ويظهر في حساباتهم على التطبيق وده هيبقى أسهل وأسرع من انك تبعد رسالة لكل طالب لوحده علشان تبلغه وفيه كمان انك تبعد إشعار لطلاب مجموعة معينة بس مش لكل المجموعات هتدخل على المجموعة وتروح لقسم الإشعارات وتدوس على الايقونة البرتقالي وتختار كذلك نوع الإشعار وتكتب نص وده هيوصل لطلاب المجموعة اللي انت دخلت عليها بس مش لكل الطلاب وهتلاقي كل الإشعارات اللي بعدتها قبل كده موجودة علشان لو عايز تحذف إشعار معين وجنب قسم الإشعارات في المجموعة هتلاقي طلبات الطلاب بعتوها ومستنين تقبلهم او ترفضهم في المجموعة وفيه بقى رسائل الطلاب وده شات بينك وبين الطالب لو مش فاهم جزئية معينة مثلا هيبعط لك رسالة يقول لك كده وانت ترد عليه لكن الايقونة دي خاصة ببنك الاسئلة اول ما بتدخل عليها بتطيح ليك انشاء امتحان للطلاب بتحدد الامتحان واخر مواد دي امتى وكمان بتحدد المدة اللي الطالب هيؤدي فيها الامتحان من اول ما يفتحه وبعدين بتختار الامتحان هيكون على ايه هل المدة كلها ولا على وحدة ولا على درس وبعد ما تدوس على ارسال الامتحان هتقدر تحدد الطلاب اللي هتبعت ليهم الامتحان طالب طالب او لو دخلت على قسم مجموعات اللي فوق هتقدر تبعت الامتحان لكل طلاب مجموعة معينة من مجموعاتك في نفس الوقت وهنعرف كمان شوية ازاي نكون مجموعة طلاب على التطبيق ولما تختار هتبعت الامتحان لمين هتدوس على انشاء الامتحان هيظهر لك أسئلة الامتحان كلها وتقدر تحذف أي سؤال مش عايز يكون ضمن الامتحان أو تغير ترتيب السؤال بأنك تدوس على رقم وتغير الرقم لترتيب تاني وبعد ما تخلص هتدوس حفظ وتكتب عنوان الامتحان خلصت؟ دوس استمرار وهيظهر لك رسالة تأكد لك إرسال الامتحان بنجاح ولو عايز تتابع الامتحانات وأداء طلابك فيها هترجع للصفحة الرئيسية وتختار متابعة الامتحانات وتشوف كل الامتحانات اللي عملتها وتحليلها كمان كم طالب قدوا الامتحان؟ مدرجة كل طالب كام؟ وكم شخص جاوب غلط على سؤال معين؟ وهكذا وده يساعدك تعرف الخلل فين عند الطلاب وإيه أكتر جزئية صعبة عليهم في المنهج؟ أو محتاجة مراجعة؟ أما بقى لو عايز تنشئ تدريب بنفسك هتختار إنشاء تدريب وتختار الوحدة أو الدرس بعدين تضغط إنشاء تدريب علشان تختار نوع الأسئلة اللي هتضفها وتختار الأسئلة اللي هيتكون منها التدريب كمان كل لما بتختار سؤال بتضغط إضافة وتقدر تكون التدريب من نوعية أسئلة مختلفة عادي بعد كده بتضغط معينة لو حابب تشوف شكل التدريب وبعدين بتضغط حفظ وتسمي التدريب بإسم وبكده التدريب بقى جاهز وكله تمام بالنسبة لخانة الفيديوهات هتكون متاحة ليك كمعلم لو كنت رفعت صورة البطاقة أو الكرنيل الخاص بيك لفريق الدعم الفني قبلها وفي الحالة دي هتوصل بسهولة لكل فيديوهات الشرحة للمواد الدراسية لكل الصفوف واللي بتكون متاحة للطلاب وفي الصفحة الرئيسية فيه أيقونة خاصة بالمكتبة ومن خلالها هتشوف كل الامتحانات اللي عملتها بالتفصيل وتقدر تحزف الامتحان أو تبعاته لطالب من الطلاب أو لمجموعة أما أيقونة تأكيد الاستلام فدي لما بتستلم كتاب من المندوب بيمسح الكود الخاص بيك علشان يأكد عملية الاستلام من خلال التطبيق وأخيرا هتلاقي أي إشعار يوصلك على التطبيق من هنا وتقدر توصل للدردشة من علامة الشات دي بس كده جرب التطبيق ولو عندك أي استفسار ما تنساش تدخل على تواصل معنا وفريقنا هتواصل معاك على طول ترجمة نانسي قنقر